السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا رب دايما انتو كنوا بخير النهاردة عندي تجديد قط الاطفال اكتر من فكرة فيها اول حاجة فيها الدولاب زي ما انتم شايفين مبوزينه بالكتبات انا دلوقتي هبدأ ان انا ادهنه بلاكيه ابيض لامع لاكيه ابيض لامع هيديله لامع ويخلي الشكله حلو جدا في النهاية انا باستخدم الرولة زي ما انتم شايفين بس في مناطق زي اللي انتم شايفين فيها دورانات ديت ديت ببدأ ان انا استخدم لها الفرشة بس ياريت تدوسوا دلوقتي لايك حالا لان انا انا تعبت في الفيديو ده جدا ويا رب انتم كلكم تتشطروا كده وتقوموا تجددوا الحاجات اللي عندكم لان انتم عارفين الاوليات بيعملوا ايه في الحاجات بتاعتنا انا كده عندي بالفرشة ببدأ ان انا ادهن بالفرشة معلش با لو التليفون بيتهز انا بصور وبدهن في نفس الوقت لان للأسف الدولاب كبير مش عارف احط الموبايل على الحامل فبضطر ان انا اصور بيدي اهم شي ان احنا نحط دهان كويس جدا في الحواف اللي انتم شفتوها اللي فيها الدورانات ديت لان طبعا بتكون متشبع باللون اللي قبل كده زي لون الازرع دوت فلازم نحط الديهان بزيادة شوية انا كده بدهم معي انا ده كده عندي ده كان ستيكر قديم هدهن عليه علشان انا كده كده هحط ستيكر بس برضو لازم ادهم بزيادة شوية اي زيادات زي اللي انتم شايفين او حفر ديت ببدأ ان انا اشبعها شوية من الديهان بحيث ان هي تديها طبعا زيادة ما بنش بعد كده زي ما انتم شايفين انا بدهن على الستيكر ما حبيتش ان انا شيله قلت ادهن عليه وكمان انا كده كده اصلا هحط استيكر عليه انا كده يعتبر الديت او الجزء او من الديهان وهبدأ زي ما انتم شايفين بالفرشة كده ببدأ ان انا اعمل كل الزيادات دي انا بصو باخد كمية بحيث انها تداري اللون الازرع بحيث ان هي اول وش اعملها كويس تاني وش على طول يكون اللون سبت معي الديهن ده انا قلت اسمه استور المرة اللي فاتت لمعية اللا كي بتفرق جدا في الشكل النهائي معي انا حبيت ان انا اجدده بس بطريقة تكون سهلة وفي نفس الوقت تكون رائية جدا لان طبعا انتوا هارفين الاولاد من فضرة للتانية برضو هيرجعوا يبوزوا من تاني بس انا حبيت ان انا اشوف سور كتير لموديلات كتير على النت بحيث ان انا اجدد حاجة زيهم فلقيت كله دلوقتي اللي نازل ابيض وفي اي كيه برضو نفس الكلام كل الدوليب بتاعت الاطفاء الابيض فعجبتني فكرة ان هو يكون سيمبل اوي على قد مقدار فحاولت ان انا اعمله ابيض كنت عايز اعمله ابيض كله سيدة بس حسيت ان انا لو طعمته مثلا بحاجة بسيطة جدا من نفس اللون هتكون حلوة جدا فانا حاولت ان انا ادور على ستيكر يكون نفس نوع الخشب يعني يكون فيه تجزيعة الخشب وفي نفس الوقت يكون ابيض او اول درجات الرمادي بحيث ان هو يديني شكل حلو جدا معي فالحمد الله جبت الستيكر دوت وهبدأ ان انا ازبطه معيكم بس اهم شيء ان زي ما انا قلت لكم نعيد عليها بعد ما بندهن الدوليب كله بحاول ان انا اشوف لو فيه مثلا حاجة انا مش شايفها بقرب بالموبايل شوية بالكشاف علشان لو فيه مثلا حاجة مش باينة من الاضاءة ابدأ ان انا اعيد عليها تاني زي ما انا بعمل كده بيبقى فيه اهم شيء الدورانات اللي قلت لكم عليها دا بصوا اليد بتاعت الدوليب اللي جنبيه دوت هي هي نفس الدوليب بس دي القطع الفوق ان هي انا كده عملت الوش الاول وده كده الوش الاول بعد ما نشف بصوا لما اعمل ازاي ده كده بعد ما نشف نخش بقى ده كده بعد الوش التاني انا كده خلاص لسه ده هنا الوش التاني اوت واسبته الدرفة دي كده كده قصرت فانا عملتها وبعد كده رجعت عدت عليه داني وده كده شكله بعد ما دهن الطبقة التانية طيب فين الادراج هبدأ ان انا عملها ده الاستيكر اللي ساقلكم عليه هبدأ ان انا اعمله في الجزء اللي في المنتصف ده بصوا شكله اعمل ازاي نفس تجزيرة الخشب وفي نفس الوقت اللون هدي جدا هعمل منه برضو الدورجين انا الدورجين كانوا عندي بنفس الشكل كده هبدأ ان انا اعملهم برضو من الاستيكر دوت انا بحتاج رأيكم جدا تقولولي فعلا الدوليب كده شكله بقى حلو بصوا شكله روعة جدا انا دهنت الاوكر برضو اللون فضي بحيث انها تليق مع الابيض اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم بس يلا بقى نخش على الفكرة التانية بس الاول ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات بجد محتاج رأيكم الدوليب اختلف شكله ولا لأ وكده بفعلا شكله حلو ولا محتاج اعمل حاجة تانية انا عملت الدراك زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة كده بنفس الستيكر بنفس كل حاجة بصوا من اللمعية تحته عاملة زي روعة جدا 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 لو لسه ما دستش لايك دست دلوقتي لايك حالا ده كده الشكل النهائي بصوا بقى الحيطة التانية انا الحيطة بتاعت الاطفال اللي جنب الركنة انا عملت السحية بالابيض دوت بحيث ان هو يكون شكله سيمبل كده وحطيت التابلو ده انا كنت عامل قبل كده عندي هنا في القناة نيجي بالتالت حاجة وهي السطارة دي كانت بلتكانة زي انا عندي ملاش لازمة زي ما انتم شايفين وما عندي السطارة ليها خالص فكان عندنا السطارة لونهر ماضي زي اللي انتم شايفينها دي دي كانت اقصر من البلتكانة من الجنبين فهعمل فكرة كده وقولولي شكلها حلو برضو ولا لأ في النهاية انا كده جبت السطارة كده هبدأ ان انا اغطي بها البلتكانة بس هرفع سنة لفوق بحيث ان القصرات اللي فوق دي تكون اعمل شكل معي حلو انا كده معي تدباسة الحتة اللي في الاول ديت انا سايبها فاضية علشان السطارة نقصة اصلا طبعا انا مش اشتبها نقصة كده بس اعمل لها فكرة وهي دي الفكرة اللي انا بقول لكم عليها انا اصلا البلتكانة دي السطارة الرماضي دي مش بتاعة البلتكانة البلتكانة كانت زيادة كانت بتاعة سطارة شفافة فانا حبيت ان انا اعملها كاديكور زي البرقع كده بس منها فيها تكون شكلها جديد شوية فانا كده جبت الدباسة وببدأ ان انا ادبسها بس اعمل شيء الكسرات اللي فوق دي اكون محافظ على شكلها كده لان هي دي بديل للبرقع اللي هو الجاهز الدباسة دي بتغنيني عن المصامير اللي هي الشاك دي دي احسن بكتير واسرع وبتنجز انا حبيت ان انا اعمل بيها سلك اللي هو بتاع الشباك سهلت علي جدا بدل من ان انا اجيب حد يعمله بتدباس عملته على طول انا كده هابدأ ان انا اجيب الجزء التاني بتاع السطارة وهابدأ ان انا اركبهم فوق بعض بحيث ان هما يبانوا سطارة واحدة انا هقسمها بس بعد كده فهيكون شكلها حلو جدا انا هدبس كده زي ما انتم شايفين فوق بعض لو لسه ما دوستش لايك دوست دلوقتي لايك لاني اتعبت جدا في الفيديو ده وان شاء الله الفيديو يعجبكم انت بس ابصهم مجرد ما بدبس دبوس خلاص بتثبت في مكانها بعد كده بقى انا عايز اعيد عليها تاني ماشي انا سايب اول السطارة يعني متشلة حتة كده بحيث ان انا هعمل الفكرة اللي هقول لكم عليها دلوقتي ان انا اداري بيها نفس الفكرة وتكون شبهها بالظبط ايه بقى الفكرة دي انا عندي الستاير دي كان ليها اللي هي الحامل بتاع السطارة من نفس القماش بالظبط فانا هجيبه وقتني جزئين وهعمله من الناحيتين من الناحية دي ومن الناحية دي زي ما انتم شايفين كده انا جبتها وتانيتها نصين وعملتها في البلتكانة زي ما انتم شايفين دبستها وهرفع عليها السطارة زي كده وابدأ ان انا اداريها كده بقت مدارية معي من الجناب ومتسبدة بصهم انا كده عملتها من هنا وجمعين من هنا ده كده شكلها النهائي يارب الفكرة تكون اعجابتكم ما تبخلوش بقى عليها باللايك والشير والسبسكرايب ولو لسه اول مرة بالتباني انزل حالا اعمل اشتراك وفعل الجرس علشان ان شاء الله يصلك الجديد مني اول باول متشاكر جدا ليكم للمتابعة للنهاية ومحتاج رأيكم في التعليقات للحاجات اعجابتكم ولا لا متشاكر جدا ليكم ومع السلامة اشتركوا في القناة